بعد كلامة المرة فاتت على رسالتين تسارونيكي وخدمة مرفوع الشيط بتاع الأفكار أو المدارس الأساسية لنتنظر إلى نهاية الأيام بنخلص السارونيكي والمجموعة الرسائل اللي كانت موجهة لكنيس اللي الرسول بوليس كتبها وبنظفر على جزء تاني بيسمى رسائل الرعوي اللي هو رسالتين تيموساوس ورسالة تيتوس حقيقة التسمية مش كتابية يعني أو يعني مش موجودة في الكتاب لكن أطلقت على هذه المجموعة لأنه رسالتين بالذات يعتبروا كأنه المعلم الأكبر أو القائد الكبير بيسلم وبيبصي القادة الجداد إزاي بينقل خبرته إزاي بينصحهم بيرشدهم إزاي بيشكحهم في طرق الجديد اللي هو بزل فيه جهد في أنه يتلمزهم ويطبرهم ويعلمهم وهي لما نبص على الفكرة دي بتاع البوليس والمساوس وديبوس وبعديهم الناس نراقي القائد المسيحي أو عملا القائد الناجح بشكل عام هو القائد اللي بيخلق وراه أجيال تاني هو اللي بيطلع وراه ناس هو اللي بيحط ناس بيه دام ويرجع وراه ده طبعا حكسة الرب هو البشر بتاعنا اللي بيفضل لا زي في الكرسي مش رادي يتحرك الناس كالخدمة بيدي بسنينه مش رادي يتحرك لأنه بيني وبينكم من جواه في حتة غلط هي أنه بيشعر بالساتيسفاكشن الشخصي بيشعر بأنه هو نفسه ياخد حاجة طبعا هتاخد وانت بتخدم وتبقى شبعان وتبتخدم وفرحان وتبتخدم لكن في بعض الناس بيبقى جواها حاجات مش مصنبطة اللي محققش في نفس الخدمة وده من الحاجات الفعلا بتبقى شائقة ومنخبطها جوه الكنايس جوه الخدمة ومجموعة من شكل عام لكن القائد السوي والناجح زي ما بنشوفكم بس كده هو اللي بيطلع الناس وبيشكحهم ويعملهم فرص ويعمل الديليجيشن حاجات معينة يخليهم هم يقوموا بيها يبعد المساوس للكرونسوس يبعد المساوس في آفسوس يقول له روح شوف الناس دي حتى هو عارف انه المساوس مثلا خجول وسينة صغيرة وسهل انه حد يخوفه كده يبقى ويقولهم لا يستهل احب حتى ثاتك ويبصي الكنيسة اقبلوه انه ده انا بعته باسمي يعني انا بحب قوي حتى دي بنفسي انه احنا كراحة فينا كقائد او قائدة او خادم او خادمة انه يبتدي يطلع من وراه جيل جديد لانه يعني مش بس جيد تجيل وجلينه ثلاثة بولس لما نشوفه تمساوس يقول له ما تعلمتم مني او دعوه وناس امناء يكونون اكفاء انه يعلمه اخرين يبقى بولس تمساوس رجال اكفاء واخرين اربع يفكر من دلوقتي في اربع اجيال جاية هي دي الرؤية اللي خلت الجنيسة تنتشر لما التفكير بمنطق انا وما بعد التفاض ده اللي خلى الناس ما عندناش قادر ما عندناش قدوة ما عندناش ناس قادرة تشيل الخدمة لانه لانه ما ضربنهمش ما طلعناش في القرنة الثمانتاشر تجارة اسمية هذه الرسائل بالرسائل الرعوية لاننا بنتكلم على الرعاة بطورهم طبعا هنشوف واحنا بندرس مع بعض نشوف الرسالة الاولى دي المستويس ورسالة تيتوس بولس بيحط معايير اختيار الشيوخ والرعاة في الكنيسة والشمامسة يعني وعايز اقول ان لو كل كنيسة التزمت بهذه الكريتيريا التنية دي بقى زي الفورم لكن التوجهات البشرية تباعدنا لخبطها في الدنيا تابحط الكريتيريا لو استعريها او اخترت عليها على اساسها تلاقي كل حاجة مش نصحة الرسائل دي نصر تعليم رائع جدا لكل واحد عايز يغطي كل واحد عايز يبقى او ربنا حطه في موقع في قيادة او في مسؤولية او في دور بيلعب عايز تعرف ازاي تقود عايز اتعرف ازاي تشتغلي في الحق الخدمة وازاي تكوني مؤسرة تعالوا ندرس او نشوف هذه الرسائل التلاتة اللى مش كبار يعني بضعة اسححات مش كتيرة ممكن تقراهم ومن اغنى المواد اللى بتعلم القيادة و بتعلم العمل والخدمة بشكل صحيح الرسالة الاولى تيغو ساوس كتابها بولس طبعا الرسالة اللي بدي كده في اخر حيات بولس اه تقريبا الخدمة الاولى كانت ما بين اربعة وستين سكن بعد ما اطلق صراحة من السكن قلنا العادين وكان في روما وكان اه زي محدد اقامته لمدة سنتين اه تقريبا في بيت في روما وكان ممنوع من الحركة لكن كتب شوفنا كتب اربع رسالة السكن بعد ما خارب كتب الرسالة دي من روما اه اسف كتبها من مكدونيا اه اللي هي او او مدات اليونان كده مع التيموساوس الرسالة فيها تنصيات وقراء بولس عشان التيموساوس يقوم بدوره بشكل افضل يدبر الكنيسة بشكل احسن ويعرف ازاي ينظم لعمل الكنسة لما نتكلم على التيموساوس التيموساوس هو ابن لعيلة الام يهودية والاب كان يوناني الام اليهودية هو بيذكرها بولس اسمها افنيكي تيموساوس امن بالرب يا سوع المسيح على ايد بولس في بلد اسمها لاسترا وكان سينه صغير تقعيبا 15 سنة تقعيب موجودة في سفر الاعمال الروسلس ع 16 وبعدين بيرتبط بولس بولس بيعتبره زي ابنه ويقول عنه انه هو كاب كابن مع اب خدمه وبعد شوية بنبوش لانه الشاب الصغير ده بقى واحد من ضمن التيم بتاع الخدمة بولس الحاجة الجميلة في شخصية المساوس واللسالة دي بتوضحانا قوي هي دور اللي لعبته امه وجدته امه افنيكي وجدته لويس بولس بوله انك موزة طفولية تعرف الكتب المقدسة وانت الامان ده اخدته من امك ومن جدتك وهنا ده دور جميل جميل جدا للمرأة يعني بعض اوقات لما الست بتشغل في البيت وفي الطفال والتربية وتقول انا كنت باغت متل في الكنيسة وكنت نشيطة لكن بعد كده خدمتي راح تحية خدمتك مراحلتش انت نهاردة عندك خدمة اخطر لانك لو طلعتنا في المساوس اعتقد الكنيسة تبقى يعني مليانة بالشخصية الجميلة دي بوقتك او الامر وعايز اقول انه الكلام ده بمنتهى تصورة بيتم مش حاجة صعبة يعني مش بتاعة تعملي حاجة صعبة في الوقت اللي الدفل بيقابل ليل عايز ينامه عايز يسمع بات تايم ستوري حكاية قبل النوم لو حكاتي له حكاية من الكتاب المقدس وصلتي معاه خلص يعني زرعنا الكتاب جوه قلبه دي حاجة سهلة جدا مش حاجة صعبة لو عرفنا في البيت نعلم معايير الكتاب لو عرفنا في البيت نسلت بما يقوله الكتاب تلاقي كل حاجة اتشربت دي عندك تربة لسه بكر ورقة بيضة دريقة تكتبي فيها اللي انت عايزة لو علمنا معايير العالم خلاص فعشان كده بنقول انه الكتاب بيورينا تأثير الجدة وتأثير الام اللي طبعا في الايام بيلا كانوا بيشتغل ولا كانوا بيطلعوا ولا كانوا بييجوا وكانوا عاديين في البيت ايه هادون ايه هادون بعد سبع سنين اصبح المساوس وعنصر رئيسي في مجموعة في المجموعة باب بوليس اللي بتتحرك في المشنز وفي سارع الكنايس والتبشير وفي الكراس بتشوفوا ان بوليس بيبعطه الكورينثيس بعد المساوس الكورينثيس ودا كان في وقت صعب كنيسة كانت تمر فيها بوقت سخيف جدا مشاكل كتيرة لكن هو راح باعت كنيس بتاعه يحطه في وضع المسؤولية بيجربه بيسنده بيقوله تعمل ايه وسابه بعد كده مرة تانية يبعطه في افاسوس عشان يروع على الكريم وفي افاسوس برضو كان فيه مخاطر اه بعد شوية هادبس لانه انه انه تموسوس هياخد دور راعي او اسكف في افاسوس مع اختلاف التسميات واختلاف التفسيرات في الاغلب حسب نص الكتاب كلمة الراعي والاسكف والشيخ هم ثلاث مصطلحات بيعنوا نفس الوظيفة الاسكف او الراعي او الشيخ التلاتة بيقوموا برعاية شعب الله رعاية كنيسة الله الشمامسة هم المعاونين او هم المسؤولين عن المعاونة الرعاء او قيام ببعض الادوار زي الادوار الاجتماعية الخدمة الاجتماعية الموجودة كواب لكن الكتاب يقول انه لازم يكون لهم سيد حسن لازم يكونوا عندهم اختبار حقيقي لازم يكونوا صالحين للتعليم عارفين الكلمة اللي هم شهادة حتى من الناس اللي برا تشوف رابطة لما أبص على تقسيم رسالة أبص على ان في الصحي الاول دايما هتلاقي بوريس بركز في حاجة مهمة اوي وكل طبعا كتاب العاد جديد بركزين في نقطة مهمة اوي وهي محربة التعليم الكاسم لو حرفت لو عرفت حافظ على الكنيسة بتاعتك او على الموعة بتاعتك او على بيتك او على اطفالك انك تشربوا من التعليم الناخي حافظ عليهم من التعليم الفاسد تأكد ان كل حاجة تمشي زي بالزبط لو احنا بنأكل اكل فاسد اسمنا يعني الكنيسة كمان لما بتاخد اكل فاسد بتاخد تعليم فاسد تعليم غلط تعليم كاذب ممكن يكون حاجة صغيرة اوي انت مش بتاعت تحط غيب نقطة سم تحتة كبيرة او في التورتة كبيرة فمش محتاجة تحط حاجات كتير هي نقطة كافية انها تقتل نفس الفكرة كمان التعليم الكاذب محتاج حد يكون اكل او ياخد باله من ليه؟ لانه نقطة واحدة بس ممكن تموت الناس فعشان كده دايما تلاقي بورس بورس يوحنا الناس اللي كتبوا الرسائل يعقوب يهوزة بيعلموا من بيحذروا من التعليم الكاذب او الفاسد ممكن اكتر حاجتين بيوجب الكنيسة كانت البدعة التهود اللي الناس عايزة تخلي من مساكين يعودوا الى اركان الناموس تاني والبدعة التانية كانت بدعة الغلوسية او بدايات سجور الغلوسية لكن اشهر اتنين طبعا في حاجات تانية بسهول اشهر فبيقدم بورس مكورنا بين الناموس وبنعمل النعمة عشان يفاهم ايه مساوس ويشرح الكنيسة انه الناموس عمره ما يخلصك والناموس لو حتى رجعت له في النهاية بترجع الاركان ميتة مش حقيقية ملهاش ملهاش قوة الحياة بينما نعمة الله وعمالها في الانسان بتاهبك وتقودك الى الحياة الجديدة والخلاص وكل الكلام الراعي اللي الرسول بيعمل على ساعة الثانية والثالث يتكلم الرسول بورس عن تعليم زي الراعي يدبر كريستو يتكلم على الصلاة يتكلم على دور الرجل ودور المرأة يتكلم على الأسقف وعن الشمس الأسقف يحق كريتيريا وصفات اختيار هذا الشخص والشمس بحطه موصفات اختيار هذا الشخص دور منصبين في الكنيسة ولو تقرب الاثنين جنب بعض كده وتاخد الكلامات تتكلم كاي انو الاثنين قريبين جدا الاثنين لابد انو يكون لهم صورة حقيقية بتنم عن انو ليه اختبار حقيقي والشخص قادر على التعليم يعرف كلمة الله مش انو الشيخ هو شخص يتدير الكنيسة ويمسك حسابات الكنيسة مش هيدي القضية القضية كلها هي انو كيف يرعى رعاية الله من الصحة الرابع هنلاقي بيتكلم على بوليس في رسالتين دول هيتكلم على الازمانة الاخيرة ويقول انو سمى من معالم الازمانة الاخيرة هي ظهور حركة الارتدادة الناس كتير هتسيب الحق الناس كتير هتدور على وعاز ومعلمين يقول لهم كلام على مزاجه هستخدم بوليس كمه يعني تعبير غريب او يقولك ايه معلمين مستحكة ازانه يعني بالظبط كده ما تقوله واحد كده اهرش لي في ودني ايه نفس الكلمة يعرف ان عندك حاجة وتقول واحد اهرشني فهو عايز عايز كلام بالتفصيل كده ابسط لي ودني اطربني اطرب لكن تيجي تكلمه على حياة القداسة تيجي تكلمه على التبعية تيجي تكلمه على الامانة تيجي تكلمه على الوكالة ما انت ايه لسو عن الناس كلمه بالنعمات عايز واحد يقوله ربنا هيبركك ربنا هيدلعك انت تؤمر الصبحية تقوله انا عايز ايه هيجي لك وهيعملها لك وانت لازم تبقى غاني ويكون عندك عربيات وعندك قصور ومش بقيت طيارة كمان ده اللي بتقدم يعني تشوفوا مثلا انا عايزها جول أستين ده وش اللي عملها مسيح همر ما قال كده هل المسيح هذا هديك طيارة و هديك عربية و هديك قصر و هديك رسيط في البنك كلهم كانوا غلابة هل كان يعجز المسيح كده مش هو ده انجيل هذا انجيل اخر لساعة الخامس والسادس بيكلم على و هتشوفوا الكلام ده بقصة تلت رسائل او على اقل في الرسائلة الاولى و رسالة تيتوس ازاي الناس جوا كنيسة تسلم فياخد فئة فئة من الشعب الشيوخ اللي هم المسنين مش اللي هم الالدرس اللي هم المتقدمين في السادس ازاي يكونوا دوي وقار وزاي يكونوا واعيين وصحين كلمة صاح يعني بالانجليز اللي هي الصابر يعني شخص مش واعي تحت سر الخامس شخص واعي يتحرك بإدراك بحكمة والتعقل بيتكلم عن ارامل مين هي الارملة و ام تا الكنيسة تلعب الدور ده مع الارملة تا الكنيسة تساعد اي الارملة هل اي حد لا يقول ان مما يكون واحدة ملهاش حد خالص الكنيسة تقدر تساعدها لكن واحدة عندها ولاد مسئولية الاولاد انهما تساعد امهم او يرعوا امهم و يكلمون يتكلم عن العبيد والسادس طول في الوقت ده كان فيه نزم العبودية فكان حاجة موجودة في المجتمع المسيحية ما جادش تلغي او تقلب نظم سياسة او نظم المسيحية تتكلم على العلاقة الشخصية بين الإنسان وبينه الله عن طريق رب يسمى مسيحية ف بيقول له لو انت عبد و دعيت و انت عبد انت حر في المسيح لو انت سيد لو انت حر انت بقيت عبد لك عايز يقول له ولو انت عبد اكرم سيدك كل امانة و لو انت سيد بلاش تهين او تقذي وتجرح العبد عمله لانه اخوك هيتكلم برضه تاني على المعلمين الكذبة وتأثرهم و انه ناسي ليه بتعمل كده انها محبة للمال محبة للسلطة محبة للسلطة يوصل الكنيسة و يوصل المساوس يقول له خلي بالك لان محبة المال هي اصل كل شروع الرسالة بتاخدنا او بتاخد القائد الجديد بيخلوا باله من كل اركان الكنيسة بيخلي باله من التنظيم بيخلي باله من الافراد يسلقوا ازاي اختيار القيادات هو بيسلق كقدوة بيعلن ايمانه بيعز بكلمة الله و يخلي باله من العلمين تتكسب لما نروح للسالة التانية المساوس التانية هكي اي سؤال في الفات هو انا كنت عسل سؤال عام بس مش عايزة اتلاعيك بره نعم تفضل هو موضوع العبيد والسادة عشان انا كنت سألت فيه قبل كده يعني هو يعني ليه ليه دايما بيصار موضوع العبيد والسادة في الكتاب المقدس او بيذكر عبيد وسادة مع ان طبعا احنا في العصر الحديثي اللي احنا فيه ده ده يعني للاسف كنت قابلته مرة و كنت حاولت تكلمه او المسيح قال ليه انا لا اعتقد في كريستيانيتي وش عارف ليه عم قال لي الماستر زول ستيف والعبيد والسادة وعد الدخل في القصة والمسيحية بتؤمن بالطبقات والعبيد والسادة لا احنا هو اسؤالك حلو قويب بس احنا لازم نفهم الوضع في الكنتكس التاريخ يعني المسيحية ما جيه في زمن كان فيه اليهودية بالتقوش بتاعتها واحترم ده وعاش تحت ده هل معنى كده انه انا اروح اقدر زبائح لا احنا عارفين كويس اوي انه بعد المسيحية مفيش عودة للزبائح الدموية او الزبائح لايه احياء ولايه التعليم المسيحي انتشر في وسط فاهم كويس اوي انه او يعني ما عندوش مشكلة في الموضوع العبيد والسادة رغم كانت تلتانها عبيد فالموضوع ده كان هو نظام الطبيعي في التم زي مثلا لما نقول انه النهاردة فيه رأس مالية فانت بتكرس او بتشتغل ككنيسة في مجتمع رأس مالي لكن يمكن لو روحت بتكرس او تخدم في روسيا او في الصين فانت بتخدم وتعني المسيح في مجتمع الشيوعي او مجتمع اشتراكي هل انا مطالب ككنيسة ان انا اقلب انزمة الحكم او ان انا اعدل هذه الامور اعدلها على مستوى الشخصي او على مستوى الكنيسة فالكنيسة مفيهاش طبقيات مفيهاش غاني وفقير مفيهاش راجل وسد مفيهاش اقصد يعني مفيش تحيز ما بين حد لحد وجود السادة والعبيد ده كان الامر الطبيعي الموجود للثقافة ما نقدرش تقول له يعني ما نقدرش تقلبه لانه مش هدف المسيحية انها تقلب انظمة انظمة اختمعية او انظمة حكم هو يعني بيقول بس كان مفروض مسيحية المفروض كانت تقاومه بقى يعني ما يقولش ايوها العبيد اخضع له ساداتكم يعني يقولك لا طب طب ليه المسيح ما قالش مفيش العبيد المفروض ما يجوش عبيد الامورو ان احنا كلنا انت سوا ليه بيؤمر العبيد وبي نيم دم باي دا نيم ان هما عبيد والمفروض يقدر ساداتكم اه وبيؤمر السادة بيؤمر السادة كمان بان هما يترفقوا بهم يكونوا عادلين يكونوا اه يتصرفوا صح النهاردة الكلام انت طبعا مفيش عبد وفيش سيد النهاردة لكن الكلام ده اخده وطبقه بس على ان انا اه ان انا بشتغل عندك في شركتك او في البروجيكت بتاعك وانت المدير بتاعي او انت صاحب بتاع المكان وانا بشتغل عندك لازم اكون بقدملك العمل ده بكل اخلاص وانت كمان بتكون بتكافئني او بتكون بتعملني بالحق بدون عنف وبدون اي اه زلم اي تحيز طبعا مفيش بقى نظام النهاردة العبيد والسادة لكن لو خدت الفكرة طبقتها اتطبق بطيقة تانية لكن ما نقدرش نلغي الكنتكست التاريخي اللي كان موجود وعلما بانه اه طبعا التاريخ بيشعر على حركات الانقلابات اللي عملوها وثورة العبيد والسايد اه الريدي كانت اليهودية اليهودية او اليهود كانوا بيهيجوا الرومان علينا كمسيحيين من هزي النقطة انو انو دول بيأسيني بيرفضوا عبادة قيصر بيرفضوا مش عارف مين بيهيجوا الناس الكنيسة عمرها ما هيجت حد على حد الكنيسة بتوقف تقول لأ لما مثلا كان مطلوب انو يسجدوا لسورة قيصر فقالوا له لأ احنا مش عانو يسجد لكده عشان كده ماتوا او تقادروا لكن الجنسة عمرها ما كان لها دور اه ان هي اه يعني تقلب انظمة حكم ولا انظمة انظمة اتناعية اكي؟ يعني الحركة مسلمة لكن فيها فيها من الداخلها فيها العدل وفيها الاحترام وفيها السوق الصح في اي واضع كنت تغني كنت فقير كنت عبد كنت سيد كنت رجل كنت قراب لكن مش الاسحية جاية تغير الانظمة من الخارج لكن جاية تغير القلب من جوه وبالتالي لو انت كنت سيد وعندك عبيد هتعملهم برفض ولو انت كنت عبد اسف يعني وايه هتعمل السيد باحترام وفي نفس الوقت بامانة مش بتسرق مش بتعمل حاجة غير او طبعا يعني برضه اقولك حاجة حاتم كل واحد كل واحد دي حاولي يلاقي في الكتاب القدس سنة هو من يومين جميع اعلم اوكي شكرا اوكي الرسالة التانية دي اخر كلمات بوريس كتبها تقريبا سنة ستة وستين سبعة وستين لما اتقبض عليه تاني وكان بينتزر تنفيس حق بالاعدام طبعا بوريس اتقطعت رأسه لانه مواطن روماني ينفعش مواطن روماني لا يتصدب ولا يتشنق ولا كان لازم ادي الموتى الكريمة باعتهم من بلوك يقطع رأسه مع انه بوريس كان مخطط يتحرب وكان نفسه يطلع قرب اوروبا من تد اسبانيا لكن ما اسعف مش الوقت ويتقبض عليه الكريمة ويتحكم عليه بالاعدام الرسالة دي اهمية ان هي اخر كلمات لبوريس فعشان كده بتلاقي كل مشاعره كل صرخته الاخيرة عشان يوعي تنساوس وينبه الكنيسة فيها كمية كبيرة قوي من النصائح العملية اي خادم من انا محتاجة يعرفها بس اتلاقي بولس لو فتشت بس في الرسالة دي اتلاقيها انه بولس في ظروف صعبة جدا 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 رغم انه ناس كتيرة قوي سابتوا ناس كتيرة خافت وتخلت عمله تلاقيه سابت وتلاقيه بيعبر عن مشاعر حلوة قوي لكن كبان تلاقيه بيقوله ركز على التعليم وركز على القراءة ويقوله ابعتلي الرداء اللي انا نسيته عشان ما عندوش غير رداء واحد وكانت السجن تلق عليه بردا قوي ومتنساش تبعتلي الرقوق اللي هي المانسكريتز بتاعت الكتابات لانه عارف انه هو حتى وهو احد الناس اللي كتبت هذه الكتابات هو يحتاج دائما الى قراءة كلمة الله يعني جزء من حياتي هي كلمة الله ما ينفعش بعندي في حياتي مش موجودة قراءة الكلمة فيقوله ما تنساش تجبني الرقوق معاك طبع انت يا بولوس خلاص بضلك وقت قليلة وهتموت يعني مش وقت قد بقت اهم حاجة شغلة باله هي الرقوق والكتب لما نبص على تقسيم الرسالة اللي انه تقسيمها جزئين تقسيمها جزئين تقسيمها الاول تتكلم عن قصص الخدمة والحياة المسيحية وبعدين الجزء التاني بكلمة ازمن الصعب ان هتواجه تخدمي مليانة ايات جميلة قوين ضمن الايات هاي بيقوله اكتهد ان تقيم نفسك لله مذكر عاملا لا يخزك مفسرا كلمة الحق باستقامة هنا لو بتاخدوا بالكم من الجملة او من العبارة دي تلاقي ان هو بيقوله اكتهد في ترجمات الانجليزي بتيجي study hard ذاكر كويس او ابزل الجوه انك انت تقيم نفسك لله مذكر يعني انت مجهودك بمذاكرتك بالاجتهاد بتاعك تبواف قدام الله او تظهر نفسك قدام الله في صورة صحيحة هنا مش انه خلاص بالاعمال او ما بقولش كده خالص لو بيطب من الخادم الكبير ده اللي هو الراعي يقوله ان عايزك انت باجتهادك في مذاكرة كلمة النار تظهر نفسك امام الله في وضع صحيح ازاي انك انت بتاعك تفصل كلمة الحق بستقيم يعني تقول كل كلمة لما تيجي تفصلها وتيجي تستخدمها تستخدمها صحيحة في مكانها بشكل دقيق هنا كأنه بالضبط جراح بيفتح المشرط في مكان دقيق بس عارف ازاي يعمل القطع بتاعه مصبوط لألا يصيد مثلا شريان او عصر بيتأثر بالمريض الخطأ بتاع الطبيعة لانه ما فتحش الفتحة مصبوطة فكثير قوي لما الناس بتدرس كلمة الله محتاجة تبقى وعجة ان هي نفسها تقيم نفسها امام الله مذكار انها تفصل كلمة الحق والاستقيم الموضوع مش سهر والموضوع مش خفيف وفي دقيقات وذكر اول لما اشوف كدار صح الاول الاقي بوريس بقدم مقدمة رقيقة جدا فيها مشاعر يا حب والتي مساوس بيقوله انا عارف ايمانك من منظر حدثاتك ويقدمه حب فقبول اسم الشخصية ناشفة قوي زي ما ناس بتتصوره يشجع بوتي مساوس جدا انه يتعقى المعيش باخلاص ويتمسك بالتعلم الصحيح يشجعه في صحيح اثنين انه يحتمل المشاكات اللي تقوى انت بالنعمة التي في المسيح يسوع وانك تحتمل المشاكات كجندي صالح دي يسوع المسيح ويحط ثلاث صور الجزئية دي يحط صورة الجندي دخل الايش فمش بيرتبك بامور الحياة هو مجند هو واقف على خط ربطان هو واقف في موقف مينفعش يفكر في حاجات تانية هو الجندي ويحط صورة الفلاح اللي بيشق وبيتعب اسحى نادري عشان يسقي الزرع بتاعته عشان في النهاية بيحشد صح ويحطوا صور دعيب بتاع الألعاب الأولمبية اللي بيجتهد سنين طويلة وبيتدرب جامد قوي علشان لما يدخل المسابقة يكسب الثلاث صور دور بيحطوهن قدام عنين انت المساوس عشان يقول له لو انت اكتهد ليه ؟ وانه اكتهد قالوا ، علشان اعتواجَ المعلمين كذا وتواجه bear abus الناس بتدعو الى الحراف لو انت مش دارس كلمة الله لو انت مش واعي بالحق ممكن الناس يتأثر عليك بافكار لكن لو الكنيسة والراعي والخادم تفاهم كلمة الله ويسأل ويعرف ازاي القوم كل هذه تعلم وبالتالي لما تعيش ده ولما تتغسى صحة بطريقة طبيعية جدا فيه سلوك يضيق بالقداسة لو عايزين نفهم ليه الكنيس مفهاش او ليه المجموعة في حاجات غلط لانه الناس ما بتاكلش صح عشان كده فيه سلوك يبقى موجود لا يعنيك بارتديسة فعال ثلاثة بيكلموا عن ازمانة الارتداد وشكل الناس في هزا الزمن وزاي يكونوا معجبين بالذات بنفسهم محبين للشعوات واللسات ازاي بيدوروا على الربح القبيح ازاي بيخدعوا النساء ازاي بيعملوا حاجات كتيرة قوي كلها شر وكلها ضد الحق في المقابل يقول له اما انت انت حاجة تانية والمؤمن حاجة تانية انه كنتش انت حاجة تانية ففي سؤال كبير اوي على حياتك تميه انه تكونش تختلف عن الناس دى وانكنش حياتك من بسطوكك وفكرك او الحكالك تختلف كأسفن مور lumière كبيرة يا ترى انا حقيقي مع الرب ولا لا اااااااا آية مشورة جدا ومهمة جدا وارجوا ان احنا نحفظها تمامايا ازاي اسمانة تمسوس ثانية ثلاثة ستاشر كل الكتاب هو موحى به من الله منافع التعليم والتعليم والتوبيخ والتقل عشان يكون إنسان الله تماماً مستعداً لكل عمل نصاب هندرس قوي كلمة موحى به دي عشان طبعاً الوحي في المسيحية يختلف عن أي وحي تاني لكن باختصار شديد كلمة موحى به دي كلمة مكونة من مقطعين أو كلمتين مجموعين مع بعض اسمها ثيو قنوستوس ثيو قنوستوس بتيجي من كلمتين ثيوس الله قنوستوس هي نفخة كنو فبالظبط كده الوحي في المفهوم المسيحي هو أنفاس الله كأن الله بيأتنفس في هذا الإناء عشان يكتب لنا ما أعلنه لأوله فلما بقرأ الكتاب أنا بتقابل مع أنفاس الله فعشان كده كل كلمة في الكتاب كل نقطة كل حرف مهم قوي وغامي قوي لو أنا مش فهمه مش معنى أنه هو غلط معنى أنه أنا مش قادرة فهم ألم حدود عشان كده محتاج دايما استنارة الراحة القدسة بيخدني أفهم بالكتاب الصح الرابع يشجعه أنه يقوم بالكرازة ويحط قدامه المثال بتاعه قوله كده في الصح الرابع من آية ستة وسبعة وثمانية قوله أنا وقت الحلالي قد حضر الحلالي أنه السفيدة اللي تبحر تفوق الحبل بتاعها اللي مربوط فلسيحي وقت الحلالي كك الرباط ده قد حضر أوكي؟ وأنا جهدت الجهد الحسن جهد الجهد الحسن يعني جريت مشوار بتاعي أو تدربت جامد قوي أكملت السعي وكملت السبق بتاعي وبحط صورة اللعيب اللي تدرب جامد قوي دخل السبق وشايف من بعيد أعماسة التدويق شايف الإجليل بتاعه وشايف المجافأة قد يقول له قد بهادت الجهد الحسن عفص النيمان ما تستعم وأخيراً قد وضع لي إجليل البر الذي يهابه لي في ذلك اليوم الرب الديان العالمي بس غريبة قوياً وحي مقدس روح القدس وهو بيستخدمه ويس موقفش لغاية هنا لو وقف لغاية هنا فعلياً أكيد كلنا همتفاقين يستحق لك علشان كل اللي هو عامل لكن يكمل يقول حاجة جميلة وليس دي فقط لكن لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً يعني كل واحد فينا بيحب منتظر ظهور المسيح بمعنى لأنك منتظر ظهوره وتحب ظهوره بالعكس برغبوا وانتظروا بيقول كده وليس دي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً يعني كل واحد مننا كل واحدة مننا عايش بالطريقة دي انتظروا فرحان لما يجي المسيح سيكون له أيضاً هذا المكريم شوف الكتاب وكل كلمة ليها معنا وكل وقفة ليها معنا ولو كان وقف هنا كان حصر إيه ولو كان نكمل بيدينا إحنا التوجه إن إزاي نعيش بالطريقة أهمية رسالة بالنسبة لنا واحد يقول لي ويقول لك ويقول لي الأم والجدة ازرع الإيمان في أولادك المساوز ده السبب الأساسي أو السبب الأساسي كانت كلمات أم وكلمات جديدة اتنين التصق بالكلمة المقدسة وحافظ على التعليم النقر ابزل الجهة ابزل الجهة اللي تعلمته أو دعه أولاس يعلمه جزء من اللي احنا بنعمله ده هو الكريم يعني الـ الآية دي لا تعلمته تعلمه عشان انت كمان تعلمه بتشجع الآخرين دونهم معلمون لو عرفنا ننقل الكلام ده للآخرين ده مهم أولا وكلما انت بزالت الكهد وكلما انت بزالت الكهد وعلمتي حتى في الدرس الأحد في الدرس الأحد اللي قد صارت صغيرين مش مش الفرن مش انت نحنا نكون بلوم الأفلام الكارتون لكن عايزين نعلمهم ده مهمة الرسالة التالتة نتواجه معايا رسالة تيتوس تالت رسالة في المجموعة الرغوية تيتوس هو او التلميذ التاني في البوليس طبعا اكيد في تلميذ التلميذ لكن دول كانوا الكتاب الدوم الرسائل واللي بوليس بيركز عليهم قوي ودول الظاهر قوي معنا تيتوس بيبعاثه بوليس عشان يكون الأسقف او الراعي بتاع منطقة كريت فبنشوف تيموسوس في أفاسوس و تيتوس في كريت الرسالة الكتبت بين الرسالتين بتاعتي المساوس تقريبا من 64 بعد محمد مسلم وتتشابه كثير مع الرسالتين طيب زم تعرفنا على تيموسوس تعال نشوف مين هو تيتوس تيتوس هو شخص أممي مش ملوش علاقة بياهودية آمن بالمسيح متخلق رسال بوليس بردو و بيبتدي يصبح واحد من رفقاء بوليس و واحد من التيم بتاع الخدمة والمشن بتاع تيتوس و يبعاثه مرة تانية مرة ببعت تيتوس كمان كليسة كونسوس طبعا شايفين انه كليسة كونسوس كانت فيها مشاكل كليسة كانت عندها لخبطة كثيرة عشان كده بوليس قعد فترة طويلة بعت لهم رسال كثيرة بعت لهم تيمساوج بعت لهم تيتوس لانه محتاج لانه ضعيف فيها مشاكل بعتوا الكريت عشان يرعى كليسة هناك الكريت مدينة او منطقة متعبة الناس اللي فيها متعبين بيقول عنهم ان هم وحوش راضية ان هم كدبين حتى بيستند بولس على اقوال احد شعراءهم اللي بيتهكم عليهم بقول ان هم فعلا كدبين ليه كان بيقولوا ان احنا عندنا قبر الاله زيوس او زيوس الاله ده اللي هو كبير اللي قاليها مدفون عندنا في كريت فبقولوا هم انتو كدبين المفهود الالها مش بتموت الالها موجودة في عالم اخر فوصل كدبوك ان انتو تدعوا انو عندكم القبر بتاع زيوس او زيوس موجود عندكم فزاع الخبر بقيت ثمن اللي بيت يعني بيسخروا بيها من احن الكريت او بي بيصفوهم بيها هي صفة كد فبقولوا خلي بقى كليسة ان هم مكدبين الرسالة مقصومة الى ثلاث اقسام ولو ركزنا في الرسالة لها ان بولس بيعمل حاجة غريبة او في الرسالة في الفتحية بتاعتها في الاية الاولى والتانية والتالتة الاولى والتانية تقريبا بيهط بولس عبارة صغيرة العبارة دي يقولها مرة تانية بشكل اوسع واوضح في الاسحاح التاني من الاية 11 اية 14 ويعادها في الاسحاح التالت ايضا من الاية الخمسة الى ثمانية تقريبا او ثلاثة الخمسة بيقولها بشكل اوسع اكتر فكأن عندك نقطة بتكبر اكتر هي هي نفس الفكرة بس يكبرها ويوسحها ويعملها اكتر الرسالة نفسها زي رسالة المتوس بتركز على وضع أسس الخدمة والقيادة الروحية في الكنيسة وازاي هو كراعي ويقدر يكون كراعي على كنسته ويقودها بشكل صحيح الثلاثة نفسها جانب جميل اوي هو التركيز على تطبيق العمل للحام مسيحي يبقى يسلوك الناس في تعقل في بر في تقوى في قداسة لانه ناس كتيرة فهمة ان بولس عكس يعقوب بولس يتكلم عن الخلاص بالنعمة ويعقوب يتكلم عن الخلاص بالاعمال فكرة دي خطوعة جدا الصح بولس يتكلم عن التبرير بالنعمة يعني عشان تاخد البر ده حاجة من الله البر هو انه تفحص أوراقك في محكمة ويطلع شهادة من المحكمة بتقول ان انت معالكش اي سابة معالكش اي خطأ اي خطأ خطأ بتكتسب بر الله في المسيح بولس يقول الكلام ده مستحيل تعرف تجيبه بنفسك لكن ده من الله بتاخده بالنعمة عن طريق اليمان بياس وعلى المسيح اللي بيقوله ويعقوب بالعكس بيقوله ويعقوب بيقول ازاي برك يزهر قدام الناس ازاي تتبرر قدام الناس بمعلم ازاي ايمانك اللي انت بتقول عليه ده اشوفه بعاناية لما بيستغنم نفس نفس مثلا الامثال اللي بيستغنمها بولس استغنمها بيعقوب برده بس بيقولها بطريقة تانية يعني عايز يقول ايه؟ اه ابراديم اعمل بس اليمان بتاعه ده خلاي يعمل حاجة يعني عايز يشوف سمر الإيمان فبقوله وريني إيمانك بأعمالك وانا وريك بأعمالي بأعمالي إيماني يعني او بتكلم على احنا بنشوف ازاي واحد جاي بقولي انا مؤمن لكن عايش في النجاس عايش في حاجات كثيرة خطالة وبيتكلم بطريقة غلط طب ازاي ممكن اصدقك او صدقك وانت كده فيعقوب يتكلم عن التبرير أمام الآخرين بينما بولس بيتكلم عن كيف تنال البر لازم من الله فالذين بيكمير بعض هنا بولس بيركز على انه النعمة مش بس بتخلصنا لكن النعمة بتعلمنا كيف نعيش واحنا بنرفض بحية بنرفض خطيه بينما نقبل ونعتنق ونتمسك بالإيمان وبالتقوى وبالسلوك الحسن هياخد فترة هياخد حتة كبيرة جواب رسالة دي هيتكلم برضو على كل فئة في المجتمع المسيحي او في الكميسة كيف تسمع الكبار في السن السيدات المسنات الشبات الشباب الأباء والمهات العبيد والسادة زي ما كلام المرة فاتت فهتلاقي موجودة الكلام بيتكلم يعني واخد كل أطراف الكنيسة بما فيهم الرعي ويقوله انت اظهر نفسك كقدوة في الآخرين في الكلام في الفعل في التعليم في كل شيء تكون كدوة الساعة الأول بيقدم توجيه بتويت تيتوس انه ازاي يقيم شيوخ كبار كناس وليهم وصفات بحسب الكتاب المقدس ووصفاتهم دي عكس المعلمين الكذبة الموجودين في المجتمع ساعدة الساعة الثنين توجيهات عملية للحياة لكل عضوي على الكنيسة الثلاثة ازاي نسطط بالخضوع والمحبة والاحترام تجاه المجتمع اني ابعد عن المباحثات والدقس موت لكن تكون فعلا بتجنب ده ويكون بعيش في المحبة في البر في الضغط الرسالة بالنسبة لي او بالنسبة لنا بشوف انه ملخص الرسالة دي موجودة في الساعة الثاني آية 11 إلى 14 بصوا معايا بالنمات اللي حلوة لأن معه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس يعني الله باعت او اظهر لنا النعمة لكل الناس مش الناس وناس النعمة دي معلمة ايانة تتعلمنا اننا ننكر بالفهول النوات العالمية يعني ايه تنكر؟ يعني تقولها لا تبتعد عنها ونعيش ده الجانب الاجابي نعيش بالتعقل بالبر تقل في هذا العالم الحاضر العالم الحاضر اللي متمايز به كل الفساد بيقولك انت تقول لا الفساد بالنعمة اللي كنت بتعلمك تقول لا وبتعلمك تعتنب او ترتبط به انك تعيش بالتعقل والبر بيقولك بيقولك الباور اللي بيخليك تعرف تعمل كده منتظرين الرجاء المبارك ايه هو الرجاء المبارك زهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع الحاجة اللي بتخلي قلبك بتجعل خلي قلبك دايما مسك الكلام الجميل ده بترفض اي اغراءات العالم هي انه عنيك تقوة مفتوحة على اللي جاي بيقولهم ايه لو كدير البر مش لايه انا بس لكن كل من يحب ظهور الربيس هو ايضا لو انت هينك شايف الجاي تعرف تجري هتعرفي تعيشي تسيلي كل الكلام الفارغ ده تسيلي التراب عشان تمسك الدهر لكن لو انا مش موريك الدهر مش موريك المجد اللي جاي بتفضل ايديك مسكة ايه مش فات التراب لما بنخفي عن الكنيسة وعن المؤمنين حقيقة الامجاد اللي جاي لايه كنيسة دارت في دايرة مقفولة دايرة ايه احنا عايزين ننطط نتبسط ببعض حتى لما بنصالي بنصالي لاجل احتياجاتنا المادية لما بنطلب من الرب بنطلب عشان نجح العيال حافز علينا بس طريق مش غلط بس حبسك بدايرة هنا تحت كورس بقول في كورس بقولة خمستاشر ايه تسعتاشر كان لنا في المسيح يسوع رجاء في هذه الحياة فقط فنحن اشقى جميع الناس لو دايرتي اللي باركوا فيها عمل الله هي مجرد بس الحاجات اللي انا بعيشها هنا فانا اشقى جميع الناس لكن او انا شايف اللي جاي هتلاقي عندك الباور انك تسيب تراب نبسك الده نفس الكلام يقوله روحانا ونشوفه مع بعض في رسابته القولة صح تاته يقولهم كده وكل من عنده هذا الرجاء به وطاهر نفسه كما هو طاهر ايضا طيب بعد اما يوقف عنده وخلصنا يسوع المسيح يفكرنا يقولهم خلي بالكم يسوع اللي جاي ثاني دا هو هو الذي بزر نفسه لاجلنا يكيف دينا من كل اثم يشترينا وطلعنا من كل اسم وايه؟ ويطاهر لنفسه شعبا خاصا يعني القدس نفسه كده مجموعة بتاعته هو خاصة بتاعته هو غيورا هذا الشعب غيور في اعمال حسنا شايفين الفكرة نعمة بظهر ومفروحة لكل الناس عشان تخلصهم بس كمان بتعلمنا ان انا ننكر الفجور الشواب ونعيش بالتعقر والبر والتقوى في هذا العالم الحاضر وإحنا منتظرين للرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم والمسيح اللي هو بزر نفسه لاجلنا عشان يفدينا من كل اسم ويطاهر بنفسه شعب خاص غيور في اعمال حسنا الآية دي هاي دي الفكرة بكاترساني انو النعمة مش هللويا رفعت ايدي وسلمت لحياتي وعيش حياتي بطول بحر لا لأ نعمة معناها خلاص مجانئة لكن مشوار من القداسة ينتهي بمجد وينتهي بسمور المسيح ونوالنا المجد معه لما المؤمن يعرف ده صحيحاتك اختلفت لايين قلبك اشتع ايين لانك شايف حقيقة ساعة قبل بلاحظة بليك نختب برسالة من الرسائل الجميلة جدا رسول جولس وهي رسالة فليمون طبعا رسالة عبرها اصحاح واحد وبعض الناس مش فاهمة ايه الحكاية ايه اللي جاب ايه المضع في ليمون ده احنا مشوفناش فيها اي تعليم لاهوتي مثلا مشوفناش فيها اي حقائق على كتابية يعني واحد زعلان من واحد وانت بتصالح ايه الحكاية ده رجلت ان فيه بره شوفت حد يتحكم على رسالة دي عنا نشوف رسالة دي الصغيرة الجميلة دي قد ايه عميقة وقد ايه فيها صورة رفيل جميلة طبعا الرسالة اللي عبر قوتر واحد اسم فليمون تقريبا كان بتاع سنة او 62 لما كان بولوس في السكن ايه احد رسائل السكن احنا قلنا رسائل السكن أفاسوس كولوسي كليمبي وفليمون فليمون ده رجل غني جدا عبود في مدينة كولوسي وامل بالمسيح في ساقراز بولوس واصبح صديق شديد جدا لبولوس وشخص حق حياته في الخطبة وغالبا وغالبا انه كان عنده كنيسة وطبعا بشفة الشخص غني ويمتلك ممتلكات كديرة لكن عنده عبيد بحسب العرفة في هذا الوقت خليبا انا برضو حاجة ما عايز اقولك ان فكت العبيد في الوقت ده كانت زي ما انت بتمتلك النهاردة مثلا عربية سيارة وتمتلك مثلا بيت وتمتلك ادوات منزلية بتساعد وتساعد الحياة مثلا عندك عندك عايز تجيب ميا في الزمن ده محتاج حد يروح يجبك مياه من مبير في الزمن ده محتاج حد ينظف محتاج حد يجير الشعور مثلا عقل محتاج ناس توقف عند الزمن انه ده عنده ممتلكات كتيرة فنالي شغال عنده طبعا بمفهوم انه اشترى آلة عشان تقدم بالغرض زي ما احنا النهاردة بنتخيل تخيلها والآلات اللي احنا بنستخدمها بتقول انا ما عنديش الحرية اني امشي من صاحب صاحب من صاحبي ده اشتراني وراء حادة تاني لازم صاحبي ده او الممتلكي ده يبيعني عشان اروح لحدتين ده يعني طبعا الصورة متحاكة شوية بس هو ده الوضع لكن الرجل ده كان رجل فعلا باقي جدا ندركت ان الهولس بيقول عنه انه كثير من القدسين استراحوا ده اريح ده احشائهم كان الناس بتيجي ترتاح عند فليمون وكان فعلا فليمون شخص حنون جدا واسمه هو المحد الشخص اللي بيقدم حب وفعلا اراح احشاء الكدسين زي ما بقول الرجل لكن في ده امون كان عنده عبد اسمه انسيموس كونسيموس كان عبد المتبرج يقرر في يوم ان هو يهرب من سيده وعايز يتقرر فكان الفكرة بتاعته انه يهرب وياخد مركب يعدي من منطقة كروسي اللي موجودة في تركيا ويوصل الى روما فيبقى تبايد جدا عن مجال سيده دور علي ويليه فغالبا سرق حاجة من البيت ما انا عرفش ازا كانت حاجة مادية او حاجة عينية وهرب وراح روما وهناك هو في روما الصدفة يعني او ترتيب ربنا يعني جامعوا بوليس والركل ده العبد ده امل بالمسيح واصبح يخدم بوليس جدا ونافع لخدمة بوليس الوقت كان بوليس فيه محكم عليه بحديد اقامته في روما لكن بوليس لما عارف انه ده عبد الفيليمون بوليس هيلعب دور رهيب جدا بدور المصالحة فهذا في رسالة هنا انه ازاي بوليس هيصالح الاتين على بعض وهيرجع العبد السيده علما بانه القانون في هذا الزمن عشان يعرفوا يتحكموا في العبيد انه بقولك كان تلت الدولة الرومانية سادة والتلتين عبيد فلو عشان يحكموا قبضتهم عليهم كانوا بيقول لو عبد هرب بن سيده القانون بيوبحلك كسيد انك تقدب العبد ده حتى لو قتلته القانون مش اسألك في اي حد فالهرب بتاع انسيموس ده معناه انه لو واقع في ايد حد ورجعه ورجعه للمون سيده فممكن حياته تنتهي لكن بوليس هيوقف هنا ويرجع الابنين بدون ما ينهي حياته أو ينقذ حياته سيموس وايضا يرجعهم في سيغة جديدة مش بقى سيد وعاد لك اخوات مع بعض هنشوف يعمل ايه لما تقرأ في الدرسالة هتلاقي انه يبتدي اول حاجة يمتدح في ليمون يمتدح ايمانه وسلوكه هو وعالته وبعدين يقول له انا وان كنت انا اللي جبتك المسيح وكنت انا زي الاب ليك وانه يحق لي ان انا امورك بحاجات تعملها لكن انا مش هقدر امورك انا مش هستخدم الحق ده لكن هستخدم حقي كصديق وشيخ كبير فاني اطلب منك كل يعني احترام كده اطلب منك من اجل ابني انسيموس اللي بلدته في قيودي اللي اصبح نافع لي وانا اتفرج ان تشوف انه كلمة انسيموس اسمه انسيموس نفسه معناه نافع فبيقول له كده انه هو انسيموس ربما ما كانش نافع ليك لكن دلوقتي اصبح نافع عليك وليك وللخطة فنافع اللي ما كانش نافع بقى نافع لما قبل المسيح فبيقول له انا بسألك انك تقبله يعني نظيري انا بولس يعني لما تقبله تقبله على اساس انك بتقبل بولس نفسه بصوا بيحط لبسه فين وان كان له نجليك عليه شيء او ظلمك في شيء فانا قوفي انا واقف مكانه وبقولك انا اردلك الاتخد ورحواخد احد المخطوطة او الورقة من ايد الشخص اللي يمليه وكتب بايده انا قوفي انا بولس كأنه بيمضي على شيك على بياد او كنبيال على بياد بقول له حقك خده بياد واقبله النهاردة مش كعبد لكن اتقبله كاخ لانه حقيق يا الله وعشان كده هو اخوك ويخدمك مش كعبد يخدمك كاخ كامين يحبك فارجوك ارح احشائي ارجوك اقبله لانه انسيموس ده حتة مني وده احشائي ويقوله انسيموس خدمني ويمكن كنت انت مفروض تيجي تخدمني في الوقت ده لكن هو عمل كده وانا كنت محتاج له جدا لكن مقدرتش اخليه عندي واني اسلب منك حقك عشان كده انا بنا كحولة كنت اتمنى اخليه لكن انا مقدرش عمل حاجة بدون اذنك ان ده ملكك انت القصة بتحكي بصورة واقعية يعني حكاية حقيقية لكن هي دي المنظومة اللي انا وانت انت كن فيها انا كنت العبد الهربان من الرب ولمعرف اي وقت لو انا مسكت او الموت قابلت الرب انا حياتي الابدية منتهية انا مرمي في بقيرة النار لكن فيه شخص تدخل وصالح الاتنين وقال له خد حقك مني انا الديولة بس لما تقبله تقبله على انه انا وده اللي حصل فعلا انت النهاردة او انت النهاردة الله لما بيقبالك بيقبالك مش بيقبالك انت الوحدك بيقبالك انت في المسيح يعني ليك مكانة المسيح بيشوفك في المسيح يقبله ونظيرك طب والدين بتاعي والجرم بتاعي دبا اللي صالح دفع عشان كده القصة برغم انها تبدل الوحدة الاولى عبد الهربان وانت بترجعه لكن هي قصتي وقصتها الهربان من الرب وبقيت عن الرب لكن جاه يسوع وصالح دفع التمن والقاب قبلني مش بعبد لكن قبلني كده في المسيح حد الحملية اللي نعزين التكلم عليها هنا كمان لما بيجن صالح ما بين الطرفين بتجيش على واحد تقول له خلاص بقى على المسامح الكريم وربنا سامح وخلاص مش يعني اسأل وشوف فين الحق اللي تسلب وحاول تكون عادل ان تترجع على حق تسعب يعني لو انا قلت في حد وسرقت مين وجيت انت بتحاول تصلح وصالح ما بيننا مش بس تقول له خلاص بقى يعني سامحوا يا حين لكن كمان الناس يططب مني انا اني ارد الحق او انت تلعب الدور بتاعبا المصالحة هنا خلي بنا المصالحة المصالحة اللي نعملنا مصالحة غلط المصالحة الكتابية بتقول انه رد الحق وصالح عشان تاخد الغفران وتاخد المغفرة يعني المسيح والله القاب لما قدمونا الغفران قدمونا الغفران ما تقدمش الغفران بانك ده استغفر لكن قدمو الغفران بانه هو دفع الكفار دفع الفكرة عشان كده تاخده غفران تاخده مجاني لكن في واحد دفع ورد المسلوب تقول كده ردت الازي لم اسلبه اه انا ما عملتش حاجة بس انها لدخلت عشان ادفع حق اكد احتمنك يبقى اهو دافع العدل دافع احتمنه وانت اخدت الراحل قصة فيليمون وقصة الجميلة دي انت فيموس العبد الهارب وفليمون السيد وتلاقي الاسامي نفسها كمان لها مدلولها الجميلة انت فيموس النافع اللي ما كانش نافع قبل كده بقى نافع فيليمون المحب وجونس يلعب دور الوسيط او المصالح بينه اي اسئلة في الجزء ده كان في روما كان بيتكلم مع الناس كله كان يوناني والله اه في الزمن ده كان اللغة اليونانية القديمة بتسمى كويني لتكتبها العهد البديد كانت هي لغة السائدة في كل المجتمعات حتى في روما كان المعلمين طبعا كان فيه لاتيني زهرت لكن المعلمين كانوا بيربوا الاولاد في العائلات اليونانية العائلات الرومانية كانوا اه يشتروهم من اليونان فكان الثقافة اليونانية كانت هي السايدة اللغة اليونانية كانت هي السايدة يقدر يتكلم اليوناني في اي حده دائما مثلا انهارده بشكل كبير لغة الانجليزية هي لغة شهيرة في العلم تلتظيم هي مالغة اللانية حتى تتكلمه البديد م transformation لكن اللغة الانجليزية مثلا لغة سائدة في كل العلم ففي الوقت انا كانت فيه كده كان فيه لغات الاشتراكت الشعوب لكن لغة الктل منذ الم machine كانت منتشرة بشكل كبير ممكن اكثر من الإنجليزية هو ابوليس يهودي صح? ابوليس يهودي اه اتجنس يوناني بقى ده نتيجة الاحتلال? ده هو كان هو كان يهودي الاصل قبل عنه جدا لكن كان عايش في مدينة اسمانه ترسوس كانت اه اه في شمال سوريا او تقريبا في الخضوط ما بين سوريا وبتركان لكن هو من اب وام يهودي عشان كده لما بيكلم عن نفسه تبقول انا عبراني من من صبت باليمين. بالصبت. لكن. ده الجنسية للرومانية منين بقى? اه لانه كان موجود في مقاطعة موجودة تحت الحكم الروماني. اه. فاخد الجنسية الرومانية. زي مثلا ما تقولي ان انت مصرية اه من قبل عن جدا لكنك اتولدتي في امريكا فاخدتي الجنسية الامريكية. حسب الان. لكن هو من اه يعني القياد او ابرعا جدا هو يهودي بالاصل. يهودي بالما يعني عايز اقول ايه. اه. ايه لا يهودية. اوكي اوكي. شكرا. طبعا وجوده برضو في المجتمع ده. في المنطقة دي. اه 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 قاعدوا نتعلم كواس اوي الثقافة اليونانية والااا والحكمة واللغة اليونانية اللي عايز ازاي اصارت معاه في كتاباته في ثقافته في عقليته. هو بتعليه اتربه في ارشاليم يعني هو اتولد في ترسوس? اتولد في ترسوس وعاش فترة في ترسوس اتعلم على ايد غمال وايل. غمال وايل كان في كان في ترسوس ولا كان في ارشاليم? خمان ساكن في ارشاليم لانه انه بيشوفه في صفر الاعمال انه هو كان آه من واحد من ضمن مجمع سانيدرين كان يعني كان في الريسي وكان عايش في نقطة دي وكان بياخد الاوامر عشان يقتل المسيحيين متحرك من بورشاريم إلى دمشق عشاني موت المسيحيين يعني هو طلع بدري من ترسوس راح تعاشف غالبا بعد ما خلصنا رسائل بورس بننتقل مجموعة تانية من الرسائل اسمها رسائل الجامعة برضو التسمية مش موجودة في الكتابة لكن نطلق عليها رسائل الجامعة لأنها ما تكتبتش الكنيسة المعينة تكتبت بشكل عام وتضمت المجموعة دي تانية من رسائل العبرانيين طبعا في القرون القرون الأخارة هما اللي صارت عليها المشكلة أنه هل بورس هو الكتابة ولا مش بورس عشان كده اتحطت من ضمن المجموعة بتاعة رسائل الجامعة الناس كثيرة والتقريب الكناس يقولون بورس الناس كثيرة عندها قراء مختلفة أربما ما يكونش بورس نشوفها عندما نفتحها مع بعضها تم رسائل عبارة عن رسائل العبرانيين رسالة يعوق رسالتين لبوترس ثلاث رسائل يوحنى ورسالة يعوسى كده مجموحهم تمانية اللي بنسميهم الكاثوليكون أو رسائل الجامعة كلمة كاثوليك أو كاثوليكون معناها جامع يجمع الزائل العبرانيين طبعا الوقت الأخير حصل إنه كثير قوي من علماء النصوص وبعض الناس كثير قوي قانت شكله إنه مش بورس اللي كتب لأنه مش بنافس الستايل مش نفس الدخلة مش مبهاش ما فيهاش رفتة تحية اللي بورس بتعود يقولها دخل عالطول في الموضوع ما جابش اسمه خالص فصارت دراسات وجدالات حوالي الموضوع ففي كذا اسم ورشح لها من ضمنهم بورس طبعا ناس قالت إنه رؤى ناس قالت إنه أبولوس برنابة أو سيرة طبعا فيه أرغوانس كثير قوي فيه وفيه أرغوانس كثير قوي فيه كل واحد عنده دليل لكن أنا شخصيا بعمل إنه يكون بورس ومع كثير من التقريد الكنسي بيقول إنه بورس فغضى نزع وعمل من الكاتب هنشوف مع بعض اللسالة وروعيتها وجمالها هتفهمنا حاجات حلوة لكن كدابة بتاعتها ربما بيرجع الفترة ما بين 63 إلى 65 بلدية اتكتبت لمين ورسالة عبرانين رسالة مهمة إنك دايما تخلي بالك وانت بتقراها هي مكتوبة لمين ومكتوبة لي علشان فيها أجزاء جوا رسالة استخدمت بصورة حطأ دون مراعاة اتكتبت لمين واتكتبت لي وهنشرح الكلام ده حدي كتبت المجموعة من اليهود لأمن بلد لكن اليهودي لأمن بالمسيح في الزمن ده كان عنده ضغط شديد جدا أولاً الفترة عنيف من الدائرة اليهودية كان بترتب عليه إنه هو يتحرم من شغله يتاخد منه مبتركاته يتطرت من عائلته وربما يوصل حد الأكل زي ما شوفنا كان فيه يقتله زي أترو السيفانوس وكانوا واخذين الجنود يموته كماناً المسيحين الضغط الثاني هو المعيرة أو التعيير وده بيرجع لشيء مهم أوي إن اليهود حياتهم وعبادتهم ودولتهم كلها حاجات داخل البطر فأصولهم وعرقيتهم وتقاريدهم كلها مرتبطة بالدين فحديث إن أنت تطلع من الدين اليهودي تروح دين تاني حتى هويتك اليهودية أنا أتكلم على ناحية إحساس العرق يعني تحس إن أنت بتتخلع ففي حالة كثيرة قوي يبعاديها ضغط يمكن مش فيزيكال لكن فيه ضغوط نفسية شديدة جدا اجتماعية تقعد المعنى بدأهم يعيروهم أنتوا سبتوا كل أمجاد اليهودية دي عشان تمشوا وراء مجموعة ضعفة جدا المعلم بتاعهم متصلة وما بيعرضوش معدهمش هيكل معدهمش الزبائح يجب يتتمعوا في قوضة وأوقات ينزلوا تحت الأرض يصلوا وناس ضعيفة جدا نفهمش حد متعلم نفهمش رجال الدين المؤقرين معدهمش القطب بتاعت موسى أنتوا كاننتوا أنتوا ساعت روحوا فكان الضغوط من كل ناحية على الناس دي عشان يرجعوهم داني عشان كده بولس أو الكاتب يعني هيقول أنه الناس اللي استنيرت مرة واللي عارفت إزاي ترجع أنت كده كانت بتصل إلى المسيح تاني بيحط عايز يوجه الناس دي أنه دوعة ترجع ترجع إزاي فهي الفكرة في الزاء اللي بعض رأسها استخدمتها عشان استخدمتها عشان تقول أنه المؤمن بيها لك هي مش فاهمة بولس أو الكاتب بيكتب ليه أو بيكتب الاسبريشونز دي ليه أنه عايز يرد الضغط العنيف جدا اللي واقع عليهم أو بيهم عشان يعرفه يكمله المشوى الفكرة مهما حصل معقول إبقى أنت اللي اختبرت ده ترجع تاني بورا وتسيب المسيح إزاي ترجعش أرجعك لعمل تكتب لكن أنا متأكد أنت بيش تدعم فيها بعض مختلف عن اللي الناس استخدمته باستخدام خاصة ده لما مركز هو كتبها المين كتبها ليه اللي هيعمله كاتب العبرانين هو أنه هيمسك باند باند في اليهودية بداية من الإعلان الإلهي اللي وصل عن طريق الأنبياء لغاية كل عناصر هايقول إزاي المسيح أسمى من كل ده فهيقول له المسيح المسيح أسمى من الإعلان اللي اتاخذ بالأنبياء بقولهم كده في الصح الأول آية واحد الله بعد ما كلم الأباء بالأنبياء بطرق أنواع مختلفة اتكلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه آه هو كلمة من خلال الأباء والأنبياء ودي مش حاجة وحشة حاجة عظيمة جدا لكن الأعظم هو أنه الكلمة جات لنا أو الإعلان جات لنا من خلال ليس هو فمش بعت لي كلمة مكتوبة بيد يعني النبي مع احترامي وتأديري وثقة في هذه الكتابة وهذا الإعلان إلى أنه الإعلان الأعظم والأكبر جاه في تجسد الإبن يبقى هو بيعمل إيه كده بقول له لو أنت بتقول أن إحنا عندنا الأنبياء أنا عندي يشوع أعظم مش بحتقل أبدا النبوات مش بحتقل الكتابات بالعكس لكن الشورة الأكبر هي تجسد المسيح الله الكلمة الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره و أعجبه جاء الله بنفسه جاء لي تنمجيش تقارن بين الظهور الإلهي والإعلان الإلهي في شخص المسيح وأنك أنت بتبسك لي بالكتابات أنا مش بقول الكتابات وحشة بس خلي بالك إذا كنت بتتدعز على الناس دي أنهما أنت عندكم الكتابات فإحنا عندنا الإعلان بنفسه الله جاء في الكسد مين أعظم؟ وبعدين إذا كنت بتقول إنه خدمة النموس فيها ملايكة كانت الوسيطة أو كانت بتخدم وهي لجابة الكلمة لموسى مثلا لأنه المسيح أعظم الملايكة لأنه الملايكة دي أرواح خدمة أما المسيح فهو إبن قل لي هو أمتى قال لأي ملاك إجلس عن يمين لكن قال للإبن إذا الإبن أسمى من الملايكة ياخده بعد كده أقول له موسى رجل الله النبي العظيم يختلف تماماً عن المسيح موسى كان أمين بس كخادم على البيت أما يسوع فهو أمين تصبح بالبيت ما بقولش موسى وحش أبداً بس بقولك موسى حجمه إيه والمسيح هو مين فبيقوله مين الأسمى كده المسيح كهنوت العهد القديم كهنوت عظيم كل حاجة لكن حتى ردة الكهنوت القديمة دي لها على طق سلاوي تنبأ عنها المزمور وقال اللي جاي هيكون على ردة أعلى هي ردة ملكي صادق فاختلاف الكهنوت هنا لأنه مرتبط بالملك فهو كهنوت ملوكي هو أعظم ليسوع ليسوع أعظم في كهنوته من الكهنوت اللاوي وخلي بالك لما تقارن ما بين رئيس الكهنة اللي هو من سبت لاوي من آلة قرون وتقارن بين المسيح رئيس الكهنة على ردة ملكي صادق تلاقي فيه اختلاف شديد جدا ده إنسان ضعيف هو نفسه خاطئ ومحتاج زبيحة حياته بتنتهي عشان كده لازم يجي واحد تاني غيره أما يسوع فهو خدوس يلا خطيئة اتجرف كل حاجة وعارف كل حاجة عشان كده عرفي عني بس ما كمان ما التكبش خطيئة مش محتاجي قدم زبيحة خطيئة عن نفسه لأنه هو خدوس كهنوته ما بينتهيش خدمته مش في الأرض خدمته في السماء فالكاهن الأرضي كان بيدخل أخداس أرضية هي شبه الحقيق السموية عشان كده لما بنتكلم على خبط الاجتماع أو على الهيكل هو عبارة عن رموز وظلال للحقيقة الكبيرة كان بيقوله قيس الكاهنة ده مع كل حظامته كان بيدخل إلى أخداس أرضية ومعرفش يدخل أبدا إلى كدس الأخداس أما يسوع فهو بيهضن في أخداس السماء أمام عرش الله فوفتح لنا السك التقص اليهودي كان معتبدا على الزبائح الحيوانية والتكرار الزبائح دي بيعني أن القضايا ما تحلتش لكن كانت كفرة مؤقتة لأنه بكون بساطة دم الثيران والطيوس مش ممكن يخلص أو يبرر للتمام لكن كانت تقتامة أو خطر أما يسوع فدخل بسبيحة نفسه بدم نفسه دخل مرة واحدة إذا الأخداس السماوية ووجد فدأ عمدت يحل المشكلة كلها يبقى مين أحسن مين أعظم قديم يقوم هو ماشي معهم إزاي؟ من الإعلان الملائكة موسى الكهنون الكاهن نفسه الزبائح وهدينه يقوله إيه؟ تخلي بالك بالحاجة ده لما هو هيغير الكهنوت كمان هيغير العهد عشان كده عندكم مكتوب في عهد جديد في قرمية أنا هعمل عهد جديد فلما يغير الكهنوت ويغير العهد فبيقولك أنه كل النزوة القديم ده خلاص قدم لما قال عنه أنه قديم فبيقولك أنه شاخ وقريب في المحلال لكن في حاجة جديدة الحاجة الجديدة دي أفضل فالكاتب هنا بترتيب دقة شديدة جدا عارف يمسك كل عناصر يهودية ما احتقرهاش أبدا ما قللش منها أبدا لكن بيقوله دي كلها كانت عبارة عن الصورة المصغرة الحقيقة طب الحقيقة فين؟ هي في شخص المسيح ورح حط المسيح كأنه عملاق كبير جدا كل هذه العناصر مجرد إشارات صغيرة دي فالإعلان تلاقي المسيح النبي تلاقي المسيح الملايكة تلاقي المسيح أعلى الكاهن تلاقي المسيح الكاهنة أعظم الردبة الكاهنة تلاقي جنوبة المسيح أعظم الأخداس تلاقي أخداس المسيح أعظم الزبيح تلاقي زبيحة المسيح أعظم بيقوله كل اللي انت بتقوله ده العكس انا عندي رد عليك. عشان كده ايوها المسيح اللي من اصل ياهو دي. متخافش. متخافش. ادي الحل اهو. حلت لك المسألة عشان كده تطمن. انت بتتبع شخصية عظيمة جدا. الاعظم بيسير قوي. من كل اللي هما بيقوله. بعدين يدخل معاه بعد كده من حدة شديدة اللي هم يحذروا من احتقار المسيح. خلي بيقى. ايو واعد تسمع ده. ايو واعد تفتد. لانك لو ارتديتو شعفنا. ما نباركش اي رقوع تاني. ايو واعد تسيب. لانه تسيب ايه وتروح لفين. انت عندها تقديل حقيقة ايه. بعدين يبتدي صح 11 يكلموا على الايمان. الموضوع مش موضوع. موضوع موضوع ايمان. ويجيب له من اول الاباء. من اول هبيل. يمشي معاه السكة كلها. دي شخصيات معروفة. للقارئ اليهودي. انها الهيستوري بتاعه. فبيقوله دول ابطال اليمان. ان يحتكروا كل شيء. وشافوا عار المسيح. في حتة صعبة لما يقوله. موسى ابقى ان يبتع ابنة ابنة فرعون. وفضلا بالاحرق اللي يجلب على شعب الله. حسبا عار المسيح افضل من غنى فرعون. بعض الناس بتقول اهو بص كده يبقى الكنيسة كانت موجودة في العزل. هنا بيقوله. ايه عار المسيح. عار المسيح كنت النهاردة بتتعير به ايها المسيح اللي بالاصل يا موسى. فحتى موسى ما اهتمش بكل هذه الاغراءات. ببطل ان يعيش مع شعب الله فرعين. ايمانت النهاردة. ما بيغرقش كل هذه المناظر الخداعة. او الزام القديم ده. وطالع تمشي ورا المسيح. كأنك خارج في البرية. والزبط زي ما موسى رفض يعيش في القصر. فضل انه يمشي في السحر او يزل المجاعة والله. انت كمان النهاردة هتبقى زي موسى. وتفضل عار المسيح عن انك تعيش في هذه المنظومة اللي تعتمد على المظاهر. فتقوله كده انه الناس كانت بتنتظر الموعد. اللي احنا النهاردة اخده. تعاليس تسرجع تانيني. كل ما كان خبابي. هو بيكتب لمين وبيكتب ليه كل ما تعرف تحل المعذرة بتاعة السفعة. ساعة داشت يتكلم عن المسيح بقى رئيس الإيمان المكمل. هو ده اللي يقدم لك الإيمان هو ده اللي يكمل إيمانك. وده اللي يستدعك. ويكلم فيها بعد كده عن جوز انه لو حصل ما بيسمح بالتقديم. لأنك انت ابن شرعي. من حقك انت تقدق بابنك لك. حقك تقدق اي ابن تاني. من الابن ذا ابنك. فالتقديم هنا دليل على انه هذا الابن ابنك الحقيقي. يبدأك شرعي. يختم بعد كده بمقارنة بين العهد القديم والعهد الجديد وموقف الشعب القديم وموقف الشعب الجديد. ويساح ترنتاشر يقدم توجيهات ونصائح عملية بطلب الصلاة والبركة والختام. التقارئ او للمستمعين بتوع الرسالة. اي اسئلة على الرسالة الثانية؟ الرسالة اللي بعد كده هي رسالة يعقوب. مين يعقوب؟ يعقوب اخ الرأى. في عدة طراء قال هنا. بتقال ان هو ربما يكون اخوه فعالية. من مريم يوسف. في بعض الناس بقول ان هو ابن خالد يسوع. في بعض الناس بتقول انه لكان الابن ليوسف لان يوسف كان راجل مسنن كبير اوي. وان يوسف كان عنده مجالس ابل كده كان عنده اولاد. لكن الرأي الاخير ده مش 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 محبس اوي يعني. او يعني مش كتير بوافع عليه. لكن الرأيين الاقرب هما يكون فعلا اخ شقيقت الرب يسوع مسيح. او ان يكون ابن خالد او الكزن بتاع الجسم. طبعا اا فكرة انه احنا يعني في كتير بيرفض فكرة يكون العضرة اتجوزت مع عاشر هاي زوجية. لكن بنقول انه حتى لو كان حسر يعني. يعني الموضوع مفوش اي نوع من الهانة او التعدي على شخصية العضرة ابدا. لانه ازا ما كان شيء مقدس او مزال شيء مقدس يعني. مش حضرة. لكن بعض النظر احنا مش بتعرض بالنقضة دي. لكن بيقول مين هو يعوب عشان كده اسمه اخو الرب. يعوب كان قائد كميسة او الشريف. يعوب امن بعد المسيح. بعد موت المسيح. كانش من ضمن المجموعة المقربة. انو لما تشوف ان المسيح نفسه كان اقرباه بيقوله عنه ان هو مختلف. مجنوب. فهو امن بعد كده واصبح هو قائل تريسة الشريف تاريخ كتابة الرسالة دي يرجح انه من سنة 45 ايه 49 ايه فهو من اوائل الكتابات الاولى بيتميز السطوب بتاع رسالة دي بالسطوب اليهودي يعقوب يتقال عنه انه كان رجل طقي جدا ويتقال عنه انه ركبوا من كتر السجود كان بيسموه رجل ذو ركب الجمل انه ركبوا من كتر السجود كانت ورمة ده طبعا موجود في الكتب انا عرفش طبعا بدبقى ايه الموضوع لكن ده لما يقال في الكتب فكان رجل طقي جدا يهوديا يعني متعمق او في اليهودية عشان كده الصبغة بتاع ترسالة فيها كتير اوي من السفر الامثال طريقة الكتابة التفكير في انه ازاي الانسان يسطف بحكمة ازاي يسطف بمخافة ويركس اوي على الجانب العملي اكتر ايه حاجة دانية اتكذبت لليهود اللي عاملوا بالمسيح واللي برضو كان متهاضيب بتشتطه اماجين كتير عشان كده بيقولهم متخافوش احسابوه بكل فرحة يا اخواتي حينما تقوم في تجارب متنوعة مضغوطين متشتكين وكل متخافش تشجع فبيشجع الناس دي على احتمال المشاكل الاستوب القدم بتاع هو موجود في لهجة الحزمة شوية جملة قصيرة دي طريقة اليهود في الكتابة جملة مسيارة وورا بعضها تحس كأنه طلقات وورا بعض الجملة صغيرة جدا بس مليانة محملة بالمعاني فيها تعبيرات وصور بلغية لأنه اللغة اليهودية عامةً أو اللغة العبريية عامةً اللغة فيها تصوير كتير حتى العبارات نفسها بعتمد على الصور مثلاً أولوك حاجة مضحكة لما العبارة بعد أنه واحد غضب أو اشتعل غضب الترجمة الحرفية للجملة أو للإكسبراشن بتعني أنه منخير ولعت زي ما احنا في العرب يقول احتمى غضبه أو اشتعل غيزه الجملة نفسها بالعبري بتعني كده أنه احترق أنفه فاللغة فيها كتير من التصوير طبيعتها كده لأنه مفرداتها قليلة في اعتمد أكتر على الصوت بتلاقي الجملة قصيرة وفيها إقاع فالشعر العبري نفسها لما نبدس مع بعض في العهد على العهد القديم نشوف أنه نمازج من الشعر العبري عندهم ما عندهمش وزن وقافيا في العربي لكن عندهم حاجة اسمها الموسيقى الداخلية وحاجة اسمها الباراليليزم التوازي زي مثلا لما يقول فكرة ويقولها مرة تانية هي هي نفس الفكرة بس بكلمات مختلفة أو يقول فكرة وقول عكسها فنفس الكلام هتلاقيه موجود فيه رسالة يهود قريب قوي في كلامه من الموعيزة على الجبل الموعيزة على الجبل فيها كتير من الكوانب العملية والسلوك العملي يعقوب بصفته بصبغته اليهودية كان بيركز قوي على الكوانب العملي عشان كتا تلاقي قريب في موعيزة على الجبل زي ما قلتم شوية الشخصتين يعقوب ويقول بوليس مش بتعرض يعني رسالة بوليس مش بتعرض او انه يعقوب يقول انه خلاص بالاعمال لا الفكرة كلها انه بوليس بتكلم عن التبرير امام الله من خلال انه بالنعمة انا ما اخد بر المسيحي يعقوب يتكلم عن انه ازاي بر ده او ايمان ده يكون له مظهر وله دليل عملي الناس تروق وفعلا تتبرك ظهر دم الناس تفاصيل الرسالة اللي روحت الاسفاح الاول لقى ايه موقف المؤمن تجارة دي قد يستخدموا كل فرح حينما تقول في تجارة متنورة لانه تجارة دي بيتقوي ايمانه او الامتحانات دي بيتقوي ايمانه طبعا تجارة ممكن تيجي بمع انه بتتحط في امتحان عشان اختبار عشان يقويك ممكن تيجي تجربة الشرط انه خطيه بتغويك فلازم نخلي بنا الكنتاكست تانى بيقول ايه الثاني بالله في اية غريبة شوية لا يكن لكم ايمان ربنا يسوع المسيح في المبعبات فهذا الناس متتطبط في الجولة دي لها ممكن ترجمة بشكل حرفي فشكلها غريب شوية فبقصت فيها منفعش يبقى عندك ايمان ربي يسوع المسيح وفي نفس الوقت عندك انه حباية بتفضل ناس عن الناس لأ الحياة مع المسيح تعني انه عارف تقوله ده صح الله متحبيش تواحد عشان غني وتتسيبي فايرة يتكلم قوي عن الاعمال الصالحة اللي هي عبارة عن صمرة طبيعية للايمان الحقيقي انت لو عندك ايمان حقيقي لابد ان يكون بيسمك اعمال اعمال فيها صلاح اعمال فيها خير اعمال فيها راحة راح التالي تركز قوي على الكلام اللسان الكلام ده مرعد لانه مؤذي جدا ويقدمي الحكمة الحقيقية مقابل الحكمة المزيفة صح الرابع تتعب عن الشهوة الزي بتحسط وزي تبتدي بفكرة كلما تجوهت معاها كلما عملت زيت لغاية لما تنتب خطيئة ويشبه انه اه واحدة بتحمل وثالث ففي النهاية هتاخد هتجري منها انه لكن بقول له خلي بالك لو عتفكر ان الله هو اللي بيجربك بالشر يعني لو عتقول انه ربنا جاب لي الشر اللي بيجد عندي مشان يجربني لابا لان الله ونوش علاقة بالشر فهو غير مجرب بالشرور يعني ينفعش الشرور خطيئة تعمل تنتيش ان الله وهو ايضا لا يجرب احد بالخطيئة يعني ينفعش ربنا سمح لي وحطني في موقف اني اسرق حطني في موقف اني ازني الله ما بيجيبش الخطيئة لكن الله سمح لي بموقف مسلا هتعلم منه سمح لي بموقف اني اتحط في تجربة دي سمح للنازل انها تتشتب من بيوتها اه سمح اوكي بس حتى من وراء التشتت ده من وراء ده اقلية بيلاقي انه بيطلع حاجة حالة بيستخدمي بيباركة بيقوينا بيعلمي انما الخطيئة الله ما بيجيبش الخطيئة بيستخدمي بيباركة بيطلع بيطلع حالة خامس بيتكلم عن الناس بيطلع على غيره يهمه في السر و حطت حطت ايمانك وحطت سقطت في حتة مش صحيحة ابدا بعدين يكمل بنواحي حملية الصبر تحمل المشقات زي نصلي زي نصلي ان المرضى بصرات الإيمان تشفي نوري رب يقيمه يورينا زي كحنا نتعامل بشكل عملي نزالت نزالت اقوق النسبة لنا بقول هال إيماني عامل بالمحبة هل عندي إيمان مسمى هل قدر اتحكم في نفسي بالأخص في لساني وكلامي وفعالي ولا انا مش عارف ازبط نفسي فلا انا محبيت اخد التطبيق او التعليم من الرسالة او الخلاصة من الرسالة بريسا في اي رسالة وعرفوني من الرسالة نظهر على رسال بوتروس عندي رسالتين لبوتروس بوتروس شخصية برسيطة وكلامه بسيط لكن طميب مش حاجة مش خفيفة شوري شوري انا خدت وقت بدور ازاي اعمل قرمينة في حاجات انت كنت بتقول على يعقوب يا اخ الرب وحاجات كتيرة يعني الناس بتقول الناس بتقول طب هو احنا جبنا القصص دي منين هو احنا عندنا صحيح المخاري بتاعنا لا لا في مؤرخين في مؤرخين كتبوا في تاريخ الكنيسة موجد اه حاجاتي مش حاجات مهمة يعني انا مش افرا ما عايزة كان يعقوب كان بيصالي كتير وانا مش بيصالي كتير او كان بيرتع او كان لكن انا بقصد انا بجيب بقول انه من التاريخ الكنيسة او من المؤرخين اللي كانوا موجودين تماما لانه حاجاتي فعلا موجود ده مخطوطات وموجود كتب كراءات كنسية وكتب تاريخ الكنيسة كتير جدا ففي بعض المراجع بيقول انه شخصيتي عقوب لما جمعوا المعلومات قالوا عنه حاجاتي طبعا مش بتهمينا قوي او يعني مش هتأثر في في او انا عارفة ان هي بالنسبة لنا احنا الحاجاتي مش بتفرق لان هي مش هتغير الايمان بتاعنا بس هي بتفرق طبعا عندي ناس تانية وممكن تعمل مشاكل بس انا عايزة عارفة او انا طبعا احنا انا موجود في كتب 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 كتبينها يعني ناس علماء ومشارحين الكتاب ودارسين وفي رفرانس كتير ليها بس بيقول انه الحاجات ديت متجابة من كتب قديمة او من تراث قديم او من تقليد كنسي او تقليد معروف فبنقول انه بيقال عن ده كذا او بيقال عن ده كذا انما طبعا مقدرش اقول اجز المعلومة صحيحة كاملة اقول انه كان بيعمل بيقول لما بيكون فيه حاجة حاجة شوية تاريخية بيقول انه بيقول انه بيقول انه حسنا 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 بالفعل ان هذا ما بيقلل من من انه المعجزية انو العذراء حبلت وولدت فيه هل في شي به تاريخ بالتاريخ التاريخ بها تاريخ مسجل ان يوسف والعذراء جابوا اولاد ثاني ولا ممكن نعتبر أكتر أنه يحفوه أبن خالد هو الحقيقة أخي عديم فيه آيتين في الأنجيل ربما يرجحوا أنه أم عاشوا كأزواج زي ما بيقول مثلا أنه لم يعرفها حتى وضعت إبداها البكر وفيه الآية اللي أنت استخدمتها لهي أمك وأخواتك بالخالد ده 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 اللي بيساند عليه المفسرين اللي بيقولوا أنه عاشوا حياتهم طبعية جدا كأزواج وخلفهم لأنه كعائلة يهودية طبيعية طبيعية عندهم أو أي عيلة أي زوج وزوجة هي خلفهم المجتمع الشرقي بتاعنا والكنائس الشرقية بتاعتنا خاصة الكنائس الارتوكسية والكاتوليكية بتعطي قدسية شديدة جدا للتبتل أي أنه اللي ما تجوزش أحسن أنه تجوز برجع لتأثيرات قديمة جدا بتقول أنه يعني كان بيرى أنه الجنس أنه العلاقة الزوجية ربما فيها نوع من الشهوة وأنه مثلا الراهب أو الرهبة أو الناس دي أفضل في حياتهم من المتزوج أو المتزوج طبعا دي صورة مش كتابية لأنه الله كرم سواك والله هو اللي حط هذه الطاقة في داخل الإنسان سؤالها بالأمرأة وهدفها الاسمتاع والإنجاب فماشي حاجة خطية يعني الجنس مبول في العلاقة الزوجية والله حط له كده عمله كده فماشي حاجة خطية فدراجة أن في بعض الناس كانت لما تقرأ مصمور 51 لما تقود بالخطايا حبلت بي أمي هي يتخيل أنه كلمة بالخطايا حبلت بي أمي أنه بسبب حصل جماعة حصل ممارسة جنسية هذه هي الخطية دي كلها تصورات وأفكار خطيئة جدا لما لهاش علاقة بالكتاب الحياة لكن التوقع بتاع الكنائز دي أو العمال الشرقيين بشكل خاص أنه كان بيقدس حالة التبتل أو حالة اللي ما يكوش فيفضل دايما عايز يبدي هذه الصورة للعضرة تفضل دايما دائمة البتولية يعني لم تمارس الحياة الزوجية طبعا كل واحد من الفريقين عنده قراءه وعنده حجبه لكن بتقول الناس دي مانت إزاي فكرتها والناس دي مانت إزاي فكرتها زي ما أنت بتقول طبعا لو أنا لو أنا قلت إن العضرة ما مارستش أي جنس وكملت حياتها حلو خلص لو العضرة عاشت حياتها كزوجة طبيعية جدا عندها أولاد تامين ده مش هيقلل أبدا من قيمتها ومن تطوبها ومن دورها العظيم ومن خدمة تمال وروعة وقيمة هذه الشخصية طبعا نحن نتكلم الكلام ده بتقول كل احتراهم من كل الأطراف قيمة العضرة ومش من قلل منها لكن بتقول إنه من الكتاب ربما يكون فعلا ده تم في ناس ثانية بتستاني بتقول إنه لو كان عندها أولاد تانين ما كانش المسيح وصى يوحنى عليها في ساعة الصلوة وقال لها هذه أمك وإنها راحت عاشت وإنه يوحنى كان بيهتم بيه ده رأي تاني فإحنا قدام أيتين ظهروا في الكتاب لكن مش حارفين نتحقق قوي ونعرف قوي البعض بيعمل إنها ممكن تكون عاش في حياتها الزوجية الطبعية عندها أولاد وبعض تاني بيعمل إنه يكون هي فضة وحيدة متبتلة وإنه عشان كده ما كانش عندها أولاد وإنكبدوية المسيح إداها ريوحنى أو أوصى يوحنى عليها إنه يخلي بيها رحب هو يعقوب ده مش ابن زبدي اللي هو أخ يوحنى المفوق لا ده يعني ده غير هو بيسمي نفسه أنه يعقوب أخو الرابع وياهوزة يقول عن نفسه أنه يعقوب أخو يعقوب ففيه اثنين يعقوب عشان كده بيقول ربما يكون فعلا حصل في أخوات أو ربما بحسب أنه يمكن يكونوا الكازين بتوعي المسيح أولاد الخالة بيتسمى برضو أخو هو ابن زبدي ده اللي هو أو ممكن اسمعها مريم اللي هي كانت فعلا أخت مريم فابن زبدي I think إنه هو فعلا هو كزن مش كده اللي هو يوحنى يوحنى ويعقوب يوحنى ويعقوب ما بنعرفش قوي إذا كانوا هما فعلا أنها كانت أختها لأن هما دول كانوا عند البحر الجريد مش عارفين يمكن تكون أختها بس مش معلومة قوي يعني مش مؤكدة قوي معلومة لكن يعقوب ويوحنى يعقوب ويوحنى هما أولاد زبدي دول ده يختلف عن يعقوب يعقوب كاتب ريسيان اه 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 مش حاولنا مش نالحق نكمل ده شكرا